عقدت مجموعة العمل الوزرية العربية لدعم الصومال في مواجهة الاعتداء على سيادتها ووحدة أراضيها اجتماعا على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية بالعاصمة البحرينية المنامة وترأس الاجتماع ممثل الصومال وضمت اللجنة في عضويتها كل من مصر والبحرين وجبوتي والسعودية وموريتانيا والأمين العام لجامعة الدول العربية وشهد الاجتماع متابعة خطة العمل العربية لدعم الصومال استعدادا لعرضها على قمة البحرين لاعتمادها وجددت مجموعة العمل الوزرية التأكيدة على الموقف العربي الرافد لمذكرة التفاهم للشراكة والتعاون الموقعة بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال